أرقام مقلقة في عدد الإصابة بسرطان الثادية هو ما كشف عنه الأضباء في ولاية سيدي بالعباسة الذين دقوا نقوس الخطر وطالبوا بضرورة تقيود النساء بإجراء الفحص المبكر للوقاية من مضاعفات هذا الداء في هذه السنة من جنوبي حتى السبتمبر قد سجلنا حوالي 200 حالة جديدة لرها بالعلاج الكيميائي زد على ذلك لدينا حالات متأخرة تنويت الآخرة في تزايد كنا في 100-150 هذا العام 20 لكن عامين في سنتين نرى في 400 حالة جديدة النسبة الأكبر من عدد الإصابات تسجل بالمناطق النائية لأسباب عديدة أهمها إدام وحدات طبية تضمن إجراء الفحصات المبكرة تخافة الكشف المبكر عن سرطان تدي ويعتبر سرطان الثدي الأكثر انتشاراً في العالم ككل ويمس بدرجة أكبر النساء في العقد الرابع من العمر بينما ترتفع نسبة التعافي منها كلما اكتشف في وقت مبكر